ده مسالها الاعلى العكس. معلمينها كده. اه معلمينها بتقول الحرام هو وتخاف وتمسك في حضن اللي هي معاها. طيب لما ده الحرام يمال ميلي حيحميكي. ده بيغبوها الى انه مش الجيش والشرطة اللي بيحموكي. لا ده دول اللي بقتلوكي. الاعداء اللي هيخطفوكي. الاعداء اللي هيخطفوكي. يعني احنا عندنا حملات في شبين الكون بتنزل تأمن الشوارع وكده. فبينت انا وصلني معلومات ان هي لما بتبقى مع مامتها في الشغل او كده لما بتشوف العربية بتاع الشرطة بتسرخ ويجي لها حالة هستيريا. من كتر اللي هي بتشوفه وتسمعه عنه. ما هي طفلة برضو مش مدركة للامور يعني. فدلوقتي انا ما ينفعش بنتي تتربى على الوضع ده اكتر من كده. انا عايز بنتي تتعلم يعني ايه بلدها تحفظ الاناشيد الوطنية. تعرف يعني ايه واحد ضحها عشان بلده يعني ايه وطن. يعني ايه ترب وطن. اه بدل ما يعلموها يعني ايه الناشيد الوطني. يعني ايه اه. الحاجات اللي احنا تربنا عليها وحبنا بلدنا عليه. يا فندم انا والدتي يعني يا ريت حضراتك اللي وطرافة عملوها مدخلة. لما من يوم ما ما بنتي فيت ولادت ما شافتهاش. ويعلم الله كل يوم بتنم معياتها. ويوم ما شافت الفيديو دوت مش عايز اقول لها حضرتها اتمنهارة. لان احنا ما تربناش على كده. وهي عاشقة لطرب بلدها. ووطنها. فما ينفعش انها تشوف حافيتها بتقول بتشتم رئيس الدولة وتشتم الجيش وتشتم الشرطة وبتقول عليهم حرامية. في الوقت اللي هي نفسها بتربي احفادها وبتربي اولادها على ان دول لمسالنا الاعلى. فالامر انا 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 بوصل صوتك وطبعا احنا اه يعني عملنا صفارة على الشتائم. يا ليت ما كانتش الصفارة دي تحت. توجه لا يعني ما 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 ينفعش انه هدفهم يتحقق يعني. لانه الحقيقة كمان مؤسف انه الطفلة يتم تلقنها شتائم توجه اه اه لرئيس الدولة وكل ما يحمله من اه من افكار. لانه الام تنتمي بوضوح لجماعة الاخوان. لها شقيقان اه اه محكوم عليهم في قدار قضايا ارهابية. وآآ محبوسان على زمة قضايا ارهابية. وبالتالي آآ البنت حتنشأ في هزي البيئة اللي شفنا نموذج لها. وانت بتقول انه بيتم اخزاها الى السجون بتشوف المعتقى المحبوسين من جماعة الاخوان وبتشوف الفيادات الاخوان. ودول هما الابطال في نظر بنتي هما دول الابطال. والناس اللي 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 ضحت بروحها وبتموت كل يوم والتاني دول وحشين ويستهلوا ان هما يتقتلوا. طبعا انا ما ينفعش بنتي تتربع الوضع ده. ما ينفعش خالص. انا من حق ان انا احلم ببنتي تكون قديبة شاعرة. اه حاجة كويسة. ما مش ما ينفعش. طبعا تتعلم الجمال وتتعلم. تبقى انسانة سوية. تكون انسانة سوية. ما تطلعش معقادة زي حد. يعني انا مش عايز اقول يا فندم والدتها اخالها ان كان هما عندهم عقد دي مشكلتهم. بس انا مش من حقهم يعملوا في بنتي كده. ان كان هما عندهم مفهيم خطأ او او. لا وهو الحقيقة من حق الاب. الذي ستحمل هزي الابنة. اسمه. انه يقول انا مش عاوز بنتي تتربع على هزي الافكار. اللي بتتحول الى رصاص. يقتل الابرياء ويقتل ضباط الجيش والشرطة. ويهدم الوطن. اللي رعبني يا فندم. ان بنت ان انا دخلت البيوت الناس ديت قبل الصورة وقبل مع اي حد يعرفهم. وعرف طريقة تفكيرهم كويس. وعرف هما يعني الناس بتاعت الاخوان دول بالنسبة لهم ايه. يعني ممكن لو سلموا على قيادة من قيادات الاخوان ما يرضاش يسلي ايه يغسل ايه مد يومين مثلا بيتبارك بالسلام. القداسة القداسة الى هزا الحد. فعلا فعلا ده حقيقة. فانا ما ينفعش خالص اني بنتي تتربع على المنهج ده. ما ينفعش خالص اني يا شو بنتي كده. احنا بالنسبة لنا يعني الرجل الوطني اللي بيضحي عشان تراب بلده بيحافظ على بلده بيحافظ على تراث بلده ومش اللي بيبيع تراب بلده واللي بيقتل عساكره واللي بيقتل جنوده مش دول.